تشتركوا في القناة فعل زي رجال زي تخطي لايك. بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف شرح الدرس التاني من الوحدة التسعة للصف السادس كونكت سكس. طبعا كنا شوفنا في الوحدات اللي فاتت شرح الوحدة السابعة كاملة. وكمان الوحدة التامنة كاملة بالاضافة الى مراجعات شهر اه فبراير. هنشوف الليسن صيو بعنوان امسج ان ابطل. مسج طبعا قناة اللي هي ايه رسالة ان ابطل اللي هي في زجاجة. نروح زي ما متعودين للكي بوكاب. عندي كلمة مسج 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 اللي هي رسالة. بطل 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 اللي هي زجاجة. معناها زجاج او مصنوع من الزجاج اللي هو الجد اللي هو ملأك داد اللي هو الشاطئ اللي هو جميل اللي هو يركب الامواج جميل كلمة سيرفينج اللي هي ركوب الامواج معناها ورق او بتيجي كمان بمعنى مصنوع من الورق نروح بعد كده عندي كلمة اللي هو شخص ما وكلنا حافظين ان كلمة بجيب دايما بعدها فعل مفرد يعني تاخد كلمة يعني تاخد كلمة هاز وفي المضارع تاخد الفعل اخر او اي اس او اي اي اس يبقى هنقول ونحط كلمة الوفضاء لحيوانات ايميل 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 اللي هو بريد الكتروني او يرسل رسالة بريد الكتروني معنا شايق او ممتع بيرز 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 هي الطيور distance 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 اللي هي مسافة far 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 بعيد سمح حد شاطر بيقول لي بتساوي كلمة remote برضو معناها بعيد house 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 اللي هو منزل wizard 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 اللي هو الطقس important 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 اللي هو هام event event كلمة مهمة جدا معناها حدث هام او مهم forest 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 اللي هي غابة lovely 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 جميل near 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 سمح حد شاطر بيقول لي عكس كلمة far along 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 معناها بطول او بمحازات suddenly 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 بمعنى فجأة scared 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 خدناها بتساوي كلمة frightened خائف او مرعوب improve 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 اللي هي يحسن او يطور journalist 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 اللي هو الصحفي نروح بعد كده للافعال المنتظمة عندي serve served serve served love loved love loved answer answered answer answered answer answered want wanted 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 خلنا كلمة serve معناها هي يتصفح الانترنت او بتيجي كمان بمعنى يركب الامواج يبقى لها معنين love يحب answer يجيب او يرد على want بمعنى يريد نروح بعد كده للافعال regular اللي هي غير منتظمة swim 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 put 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 throw through 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 find found find found forget 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 طبعا swim قلنا بمعنى يعوم put بمعنى يضع throw معنى يرمي او يلقي find بمعنى يجد forget بمعنى ينسى نروح لي الimportant expressions و propositions اللي هي حروف جر وتعبيرات مهمة عندي كلمة a piece of خدنا كلمة piece of معناها قطع او جزء من كلمة let's قلنا بجيب بعدها دايما infinitive مصدر بدون اي اضافات ومعنى هي بنا وباستخدمها لشطار الاقتراح يبقى لسى دايما زائد مصدر throw قلنا بمعنى يلقي او يرمي شيء into يعني يرمي شيء في send بمعنى يرسل message اللي هي رسالة يبقى كلمة send a message بمعنى يرسل رسالة buy the c تعبير مهم جدا buy هنا معنى بجوار او مطل على يبقى buy the c يبقى معنى بجوار البحر او مطل على البحر on the sand معنى على الرمل on paper معنى على الورق grow up تعبير القرار معنى كتير بمعنى يكبر او ينمو بعد كده نروح للتكست الخاص بالreading وقصة المسج اللي هي الرسالة اللي موجودة في البطل الزجاجة listen and read the beginning خلنا طبعا كلمة beginning قلنا اللي هي بداية of a story يعني بداية القصة tom's grandparents اللي هو اجداد tom lived by the sea طبعا لفد خدناها فعل ماضي بمعنى كان يعيش by the sea قلنا معنى بجوار البحر او في منزل يطل على البحر the beach near their house الشاطئ اللي بجوار او بالقرب من المنزل was quite كان بمعنى هادئ and beautiful وي جميل يبقى المكان هادئ وجميل and he اللي هو tom loved to go there بيحب يروح هناك يبقى زر هنا المقصوب به grandparent's house with them they swam served swim وانا يعوم serve اللي هو ركوب الامواج and played games وبيلعبوا العاب on the sand خلنا تعبير دوات كلمة on the sand وانا بمعنى ايه على الرمل one day في يوم من الايام they were swimming زي المقصوب بها مين tom والgrandparents in the sea كانوا بيعوموا في الايه في البحر when tom saw شاف ايه بقى tom a glass bottle يعني ازازة من الزجاج ملها in the water في المياه look granddad بيقول لي جده بص كده he said let's put it in the trash ايه رأيك نحطها في trash اللي هي سلت القمامة i have a better idea said granddad الجد قال له انا عندي فكرة افضل let's خلنا طبعا let's قلنا ليه سيغط ايه اقتراح وقلنا بجيب بعدها infinitive مصدر بدون ادافات عشان كده جاب لك كلمة write a message in a bottle ايه رأيك نكتب رسالة ونحطها في قلب الازازة ونرميها في الايه في البحر what is a message in a bottle طم بيسأل وقول له يعني ايه قال له you write a message بتكتب رسالة on a piece of paper على قطعة من الورقة يعني بتجيب ورقة وتكتب عليها الرسالة fall the paper وتقوم لافف الورقة او تتني الورقة and put it in the bottle وتقوم حطوطها في الايه في الازازة then بعد كده throw ترميها the bottle out to the sea وتقوم رميها في الايه في البحر for someone ممكن بقى اي شخص يشوف الرسالة d else to find back at the house جقع المنزل granddad washed the glass غسل الازازة بطل اندي gave tom a pen ادى الالم لي tom and a piece of paper ودى لو ايه ورقة tom was writing his message tom كتب الايه الرسالة الا يحطها في قلب الايه الازازة when grandma came in the room what are you doing tom بتسأله بتقول انت بتعمل ايه ask it grandma i am writing يعني بيكتب a message in a bottle answer tom do you want to read it يعني تحب تقري رسالة طب ايه مضمون الرسالة بقى بتقول ايه او tom كتب ايه hello my name is tom i am 11 years old يعني عمره 15 سنة and i am from the usa من امريكا my favorite things الاشياء المفضلة بتاعتي are space الفضاء animals الحيوانات and the color blue واللون المفضل بتاعي هو الازرق what are your favorite things يا طرق ايه الحيوانات المفضلة عندكم please email back to tell me اي حد بقى هيلاقي الرسالة ديه يرد علي my email address is الايميل بتاعي is tom at teachnet.usa from tom اللي كتب الرسالة دي مين tom طبعا هو كتبها مش لحد معين لا كتبها لاي حد ممكن يجد الازازة ديه في البحر the next day في اليوم التالي tom and his grandparents went to the beach رحوا الى الشاطئ to throw the bottle into the sea عشان يرموا الازازة في البحر many years passed عدت سنين and tom grew up وطوم كبر he and his grandparents forgot يعني نسيهم about the message عن موضوع الرسالة ده in a bottle then one day في يوم من الايام tom was working كان شغال when granddad يعني جده sent him a message لقى جده بعث له ايه رسالة طب يا طرى بقى الرسالة ديت بخصوص ايه ده اللي هنشوفه ان شاء الله في تكملة الموضوع في الدرس اللي جاي بعد ما خلصنا التكست وعرفنا اهم الكلمات نروح زي ما متعودين للتطبيق العملي على الاسئلة السؤال الاول زي ما احنا متعودين اللي هو سؤال الليسنين بول سامي is from Egypt he likes animals and space green is his favorite color he wants to be a scientist السؤال الاول تبقى اللي احنا سمعناه سامي is from Egypt ولا فرانس ولا ايتالي ولا الجيريا طبعا يبقى هنا كلمة ايجبت he likes animals and space فضاء تكنولوجيا تكنولوجيا food اللي هو الطعام games اللي الالعاب يبقى هنحط هنا كلمة space space is his favorite color اللون المفضل يبقى طبقا اللي احنا سمعناه يبقى كلمة green he wants to be عايز يطلع او يكون space farmer فلاح scientist عالم دكتور دكتور انجينير مهندس يبقى هنا طبعا scientist اللي هو العالم نروح بعد كده لسؤال الاختيارات we can swim swim قلنا اللي هي يعوم or space in the sea يطرى ممكن نعوم ونعمل ايه كمان في البحر serve اللي يركب الامواج study يزاكر live يعيش sleep ينام اكيد يبقى كلمة serve اللي هي الاجابة الاولى please لو سمحت put the glass bottle اللي هي الازازة المصنوعة من الزجاج in the space to recycle قلنا طبعا كلمة recycle ليعيد استخدام او تدوير it يبقى نحطها في trash اللي هي سلة المهملات oven foreign see بحر book كتاب اكيد يبقى كلمة trash اللي هي بتسوي كلمة bin i need a space of paper to write the message يطرى محتاج bottle زجاجة cup لوكوب peace قطع او جزء من books اللي هي عالبقى الصندوق اكيد يبقى هنا هنحط كلمة a piece of my favorite space is blue اللي هو الازرق يطرى name اسم subject مادة color لون ميل واجبة اكيد طبعا يبقى blue ده من colors اللي هي الالوان we enjoyed our time استمتعنا بوقتنا sitting on the space and enjoying the sea يبقى نعود على ايه ونستمتع بيء البحر يطرى beach شاطئ airport مطار prison cinema اللي هي cinema يبقى هنا هنحط كلمة beach لو الشاطئ we went to the space to see animals and birds هنشوف الانيمالز اللي هي الحيوانات والبيردز يطرى فين مول اللي هو المول سيتر مسرح library مكتبة ولا forest غابة يبقى اكيد كلمة forest let's space along the beach خدنا قاعدة مهمة في الدرس ده كلمة let's انا بيجيب بعدها ايه infinitive مصدر بدون اي اضافات يبقى هنا walking ولا walks ولا walked ولا walk يبقى الاجابة الاخيرة كلمة walk he was space when he saw the dangerous line شاف الاسد الخطير يبقى كان happy سعيد scared خائف او مرعوب glad سعيد delighted مسرور اكيد يبقى كلمة scared بمعنى خائف he writes in the newspaper يعني بيكتب في الجرائد او الجريدة he is a يبقى هو شغال dentist طبيب اسنان journalist صحفي farmer فلاح او مزارة pilot طيار اكيد يبقى journalist اللي هو الصحفي he grew space in his grandma house يطرى grew down ولا of ولا on ولا up طبعا قلنا grow up بمعنى يقبر او ينمو نروح بعد كده لسؤال رقم ثلاثة اللي هو read and complete the tickets with words in the books مديني كلمة along قلنا معناها بطول او بمحازات animals اللي هي حيوانات shining اللي هو لامع اوساطة sleeping اللي هو ينام و forest اللي هي الغابة بول ماي فرند قالي and I were playing in زا يبقى كانوا بلعبوا في اكيد يبقى كلمة forest اللي هي الغابة it was a lovely afternoon and the sun was الشمس كانت شطار ناس بتقولي الاجابة يبقى shining كلمة shining بمعنى لامع اوساطة we were near my home and we were hoping معناها يأمل to see some interesting طالما في الغابة يبقى كانوا بيأمل انهم ما يشوفوا space and birds يبقى اكيد كلمة animals اللي هي حيوانات we were walking space that pass when suddenly we saw a little house in that distance طبعا يبقى هنا نحط كلمة long معناها بامتداد او بمحازات نروح بعد كده لسؤال الترتيب مديني كلمة walking زا along was i beach طبعا الفاعل يبقى الفاعل هنا كلمة اي i i تاخد كلمة was بعد was يبقى نجيب i نجيب كلمة walking along زا ونحط كلمة beach وطبعا زا ما قلنا ده اسمه الباست continuous الموض المستمر اللي هنشوفه في الفيديو القادم ان شاء الله about he زا forgot message يبقى الفاعل كلمة he الفاعل يبقى كلمة forgot بخصوص او بشأن يبقى كلمة about زا ونحط كلمة message live she did where twenty twenty in طبعا ده سؤال يبقى هنبدأ بكلمة where فاعل المساعد يبقى نحط كلمة did فاعل يبقى كلمة she مصدر يبقى نحط كلمة live ونحط كلمة in twenty twenty او twenty twenty اللي هي 2020 ونحط طبعا علامة استفهام السؤال بعد كده السؤال الترقيم do you want to be a doctor طبعا استفهام ده سؤال يبقى هنا طبعا بداية الكتابة يبقى حرف do you want to be a doctor ونحط علامة استفهام في الاخر نروح بعد كده للسؤال الاخير معنا اللي هو الparagraph موضوع مهم جدا جدا بيكلم عن yourself يعني اتكلم عن نفسك مديني كلمة favorite things اللي هي الاشياء المفضلة وكلمة job اللي هي الوظيفة يعني الحاجة اللي انت عايز تشتغل برضو زي ما تعودنا الparagraph هيكون موجود في الوصف مكتوب في الوصف اسفل الفيديو كمان يبقى هنقول I am ونحط الاسم I am زياد I am Ali I am واي اسم I am 11 years old بنقول العمر I am from Egypt البلد اللي أنا منها I live with my هنقول بيعيش مع مين grandparents my parents my family their house المنزل بتاعهم is by the sea بجوار البحر او مطلة على البحر my favorite subject is هنقول المادة المفضلة بتكون يبقى is English my favorite color اللون is blue اللي هو اللون الازرق my favorite things الاشياء عموما مفضلة بالنسبة له are space animals I like playing football بيحب الكورة and computer games والعاب الكمبيوتر نتكلم بقى على الايه الوظيفة اللي هو عايزها I want to be a doctor يبقى عايز يكون doctor when I grow up يعني لما يكبر يبقى جمل بسيطة كلنا نحن نفظين الجمل ديت اهم حاجة علامات الترقيم بداية الجملة يكون بعد لما نخلص كل جملة بنحط ان شاء الله في الفيديو القادم هنشوف درس الجرامر الخاص بالدرس التاني وبيتكلم عن موضوع سهل جدا جدا اللي هو اللي هو زمن الماضي المستمر وده ان شاء الله اللي هنشوفه في الفيديو القادم